تعليقك على نسب تصويت الجزائرين عبر صفحة رسمية للنهار 74% يقولون أنه جلسات الصلح بين الأزواج في المحاكم بحاجة إلى مراجعة تعليقك شكرا سيد الفاضل سنضم صوتي إلى 74% لأنني دائما كنت نقول جلسات الصلح تندير في الجزائر بطريقة عفوية وطريقة عشوائية وطريقة لا تمتش الوقت الكافي للزوجين بشي ترضى كأن جلسات الصلح أصبحت موعد لكي نحل النزاع ونفك الرابطة الزوجية يعني ما شيء هذا هو دور الجلسات الصلح بعضها أصبح يصفوا جلسات الصلح وكأنها طلاقة إكسبرس إكسبرس وهذا هو الضرر اللي راح جانا من جلسات الصلح اللي لازم تمد الوقت الكافي للزوجين لكي كل زوج يعرض المشاكل تاعه ويلقاوا صلح مش باش نفكوا الرابطة برأيك الجزائرين 74% يقولوا أنه جلسات الصلح بحاجة إلى مراجعة هل هي الأليات؟ هل هو الضغط على القضاة؟ هل الميكانزمات التي تحكم هذه الألية ألية الصلح بين الأزواج كمرحلة أخيرة قبل الطلاقة؟ لماذا برأيك وقلت أنك تضم صوتك لهذه النسبة؟ هل معدلات الصلح في هذه الجلسات ضائلة جدا لهذه الدرجة؟ جلسات الصلح ما أعطيتش نتائج يعني إيجابية جلسات الصلح فكت الرابطة الزوجية ما أعطيتش الوقت الكافي وما أحلتش المشاكل الكافية لماذا؟ لأن القاضي وأنا كنت تكلمت مع العديد من القضاة وسقسيتهم وعلاش جلسات الصلح ما تحلش النزاعات؟ وش يقوله القضاة يقولك حينما نجي ندخل جلسة الصلح وعندي عشرين ملف ولا ثلاثين كيفاش نمد الوقت الكافي لكل من الزوجة والمزوجية؟ نعم سيد نجيب بيطامتك